مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب ما زال من وقت إلى آخر نسمع اتهمات موجهة إلى شخص المسيح لكل المجد بمحاولات كثيرة وإدعاءات كاذبة توجه الاتهمات للرب يسوع بأنه شخص عنصري وأنه لم يكن يحترم الآخرين بل أنه وصف الأمم بالكلاب والخنازير ولم يحترم حتى آلام المرأة الكنعانية ومعاناتها وظروفها الصعبة بمرض ابنتها لكن اتهمها كالأمم بالكلاب والخنازير كل هذه المحاولات غرضها واحد فقط شيء أمر واحد فقط وهو أن يظهر عيبا في المسيح يسوع حتى يقول لا تقول أن رسول الإسلام هو اللي فيه عيوب لكن انظروا أيضا إلى المسيح لأن المسيح أيضا توجد فيه عيوب يحاولون أن يجدوا عيبا في المسيح يسوع حتى يرتاحوا نفسيا وحتى يعني نظرة الدونية لرسول الإسلام ترتفع إلى أعلى ويبقى الكل زي بعضه وما فيش حد أفضل من حد وكما أن رسول الإسلام فيه عيوب كذلك أيضا في المسيح يسوع توجد عيوب اليوم سأحاول أن أرد على هذه التهمة التي يوجهها البعض للمسيح يسوع بأن المسيح وصف الأمم بالكلاب والخنازير وأنه كان شخصا عنصريا يحب الأمم يحب اليهود على حساب الأمم فهل حقا وصف المسيح الأمم بالكلاب والخنازير لكن قبل ما نتكلم عن هذه النقطة خلونا نسمع أول فيديو بيوجه فيه هذا الاتهام للمسيح يسوع بأنه شخص عنصري لا يحترم الآخرين نأخذ أول فيديو نرجع نعلى عليه يسوع الذي جاء إلى قومه إلى بني إسرائيل وبني إسرائيل رفضوه جاء إلى خاصته وخاصته قد رفضته يقول لنا إن بني إسرائيل هم القوم الأتهار وبقية الأجناس العرقية أجناس نجيسة وأنا أقول لمن يسمعني من نصار العرب الأمر هيئي ننسه افتح الأنجيل وقرأ معي إذا كان كلامي صحيحة فخذ إذا كنت أفتري على يسوع فارفض كلامي خاصة أنك لا سبب بني إسرائيل يعني المسيح الآن سيكون قد شتمك أنت خاصة شتمك بعينك وقال عنك إنك نجيس لأنك لست بني إسرائيل طبعا لأن من يؤمنون به شتام وسباب فهم يرون يريدون أن يروا في المسيح عيبا ما قبل ما أرد على هذه الشبهة ويعبن إيدي من يومين بوست للسلفي العابر هو اسمه كده السلفي العابر سلفي لكنه عبر إلى الإيمان بالمسيح وفي هذا البوست أنا لم أأخذ إذنه في أنه أنشوره بس أنا اعتبرت أنه البوست علىني فبالتالي هضع بعض الأجزاء منه أنه بيقول أنه هناك أسئلة يجب أن نطرحها إذا كنتم تريدون منه أن نؤمن أنه محمد هو رسول الإسلام فخليني أخذ الجزء ده وأطرحه على الذين يتهمون المسيح بالعنصرية وأبدأ بتوجيه هذه الأسئلة التي وجهها السلفي العابر قبل ما أبدأ البرنامج وقبل ما أبدأ الرد في البرنامج على التهمة الموجهة لشخص المسيح بيقول ليه بيقول بيبدأ صديق المسلم حديثه أمامنا باستمرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فاسمح لي أن أقول لك أن اليهودية والمسيحية سبقت الإسلام في عقيدة الوحدنية بمئات بل آلاف السنين حيث كتب نبي الله موسى لليهود اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد تسنية ستة أربعة وكتب رسول المسيح يعقوب أنت تؤمن أن الله واحد حسنا تفعل يعقوب 219 قطعا هذا على سبيل المثال وليس الحصر كويس مشكلتنا إذن مشكلتنا هنا ليست في الإيمان بوحدنية الله مشكلتنا في أننا لا نعترف ولن نعترف بأن محمد رسول من عند الله هل يمكن لأحد أن يجيبني على بعض تلك التساؤلات كويس هل يمكن أن يكون شخص قاتل وسفاج دماء وزير نساء رسولا من عند الله هل قتل محمد كل من هجاه ولم يخفر أو يسامح هل أمر بدبح ثمانمائة أو تسعمائة شخص في يوم واحد من يهود المدينة هل طلق زوجة ابن زيد ليأخذها لنفسي حتى عايرته عائشة قائلة له أن ربك يسرع في هواك كويس هل صنع محمد العرب إلها يفرح بالحروب وسفك الدماء هل لا زالت البشرية تعاني حتى اليوم من الآثار المدمرة لوجود الإسلام أحقا حروب المسلمين عبر التاريخ كانت دفاعية هل خروج المسلمين بقيادة محمد لغزو كل جذيرة العرب دفاعا عن النفس هل كسر محمد وأصحاب قدسية الأشهر الحرم دفاعا عن النفس هل نزلت الآيات التي تبرر لمحمد وأصحاب كسر قدسية الأشهر الحرم لأنه كان يدافع عن نفسه هل زحفت جيش المسلمين التي قادت على الحضرات الرومانية والرفاليسية والأشهرية والفينقية لتأكل هذه الأقطار وتسلب الخيرات وتسب النساء وتيتم الأطفال وتحرك الأخضر واليابس دفاعا عن النفس هل وصلت حدود الإمبراطورية الإسلامية إلى الصين شرقا وجبل طريق غربا وحدود بلاد فرنسا حاليا دفاعا عن النفس إن الله ليس بمخدوع عما في القلوب والعقول يا صديقي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد لم ولن يكون أبدا رسول الله هذه الأسئلة المشروعة ليست أسئلتي أنا هذه الأسئلة المشروعة يطرحها على العلن في بوست على الفيسبوك للسلف العابر وهذه الأسئلة مطروحة أيضا على الإخوة المسلمين فكيف تساوون من قام بكل هذه بالقدوس الذي قال من يبكتني على خطية كيف تتهمون المسيح باطلا وكذبا وكيف تقتبسون الآيات وتنتزعونها من سياقها لكيما تتماشى مع هواكم ومع رغباتكم الشريرة في اتهام المسيح بما هو ليس حق طيب أجي إلى الاتهام زي ما قلت الاتهام هو اتهام لشخص المسيح بأنه شخص عنصري وبأنه أيضا وصف الأمم بالكلاب وبالخنازير وهناك نصان النصين دول موجودين في الإنجيل والنصين دول منتزعين الآيات بتاعتهم بيتم انتزاعها من السياق العام لكي ما توجه الاتهامات لشخص المسيح ونحاول أني أتناول هذان النصان في هذه الحلقة بإذن يسوع لكي ما أوضح لحضراتكم أنه مش ممكن أبدا أن يسوع المسيح الذي هو محب الذي لم يبخل على كل من كان في احتياج الذي كان يقول ويصنع خيرا ويشفي كل المتصلت عليهم إبليس الذي قال أحب أعداءكم وباركوا لعنيكم وصلوا لأجل الذين يسئون عليكم أن توجه له الاتهامات بالعنصرية وأنه أهانى الآخرين أول نص موجود في إنجيل متة وأصحاح سبعة وفي عدد ستة وهذا النص هو جزء من الموعزة على الكبل التي نراها بوضوح في يحنى خمسة ويحنى ستة ويحنى سبعة هذا نص يقول لا تعطوا القدس للكلاب ولا تطرحوا ضراركم قدام الخنازير لألا تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمزقكم على طول يقول لك أهو المسيح بيقول ما تدوش القدس للكلاب وما ترموش ضراركم قدام الخنازير هو بيتهم الأمم وغير المؤمنين بالكلاب وبالخنازير هل هذا الاتهام صحيح؟ وهل أي دارس لكلمة الله فاهم لكلمة الله أمين في دراسته للكلمة المقدسة بيستنتج هذا الاستنتاج من قراءته لهذا النص؟ هل فعلا يسوع اتهم الأمم هنا بأنهم خنازير وأنهم كلاب وما هي القرينة؟ ده لنحاول نجواب عليه سياق الكلام عشان نقدر نفهم كلام الرب يسوع لازم نفهم سياق الكلام لأنه احنا عندنا الآية لا تنتزع من سياقها هناك سياق لكل آية لكل نص السياق الآية بيكون البراجراف ولو البراجراف مش كامل بيبقى الأصحاح وممكن نقرأ كل السفر عشان نقدر نفهم الآية فما هو السياق؟ خليني أقرأ النص الأداء قدام حضراتكم بالكامل الفقرة اللي وردت فيها كلمات المسيح هي كلها طبعا كلمات المسيح لكن الفقرة التي وردت فيها لا تعطوا القدس للكلاب ولا تطرحوا دراركم قدام الخنازير ما الذي كان يقصده المسيح؟ وعن من يتحدث؟ وما هو القدس؟ وما هي الدرار؟ وما هم الكلاب؟ أو الخنازير؟ النص ده بيكلم عن لا تدينوا لكي لا تدانوا وأكتر حاجة كان المسيح بينتقدها هي المرائية يعني إيه المرائية؟ يعني الإنسان يظهر عكس ما هو في الطبيعة أن يعيش الإنسان بواجهين أن يكون مرائي يظهر قدام الناس على أنه كويس ولكنه في الحقيقة هو أسوأ منهم يظهر قدام الناس على أنه بينتقد أفعالهم الشريرة لكنه في الخفاء هو يفعل أشر من هذه الأفعال المسيح بيعلم تلميذ وبيعلمنا هنا لا تدينوا لكي لا تدانوا لأنكم بالدينون التي بيها تدينون تدانون وبالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ولماذا تنظر القزى الذي في عين أخيك؟ وأما الخشبة التي في عينك فلا تقطن تفطن لها؟ أم كيف تقول لأخيك دعني أخرج القزى من عينيك؟ وهل خشبة في عينيك؟ يا مرائي زي ما قلت لحضراتكم النقطة اللي بيكلم فيها المسيح وبيحاول يعلمنا باستمرار هي حتى لا نكون مرائين مرائين وأكتر بلاد مرائية على وجه الأرض هي البلاد الإسلامية أعلى نسبة تدين موجودة في أفغانستان وفي مصر وفي السعودية لكن أعلى نسبة تحرش جنسي موجودة في هذه البلاد التدين الزائف ينتج مرائية أن الإنسان يكون مرائي وكذا المسيح بيقول يا مرائي اخرج أولا الخشبة من عينك وحينئذ تبصر جيدا أن تخري القزى من عين أخيك وبعدين في عدد ستة لا تعطوا القدس للكلاب ولا تطرحوا ضراركم قدام الخنازير لألا تدوسها بأرجلها وتلتفد فتمزقكم لا يوجد ذكر هنا للأمم والمسيح لا يتحدث إلى الأمم ولا يتحدث عن الأمم المسيح يتحدث عن أمر مختلف النص ما لهش علاقة خالص بنظرة المسيح للأمم وما ليه علاقة بإيه؟ ليه علاقة؟ هقول لحضراتكم أن الصياق كلام وتعليم المسيح هو تحذير حتى لنكون مرائين ندين الآخرين ولا نرى عيوبنا وخطيانا الشخصية ده الشخص المرائي شخص المرائي على طول يدين الآخرين لكنه خطياء وأخطاء الشخصية يتغاضى عنها هو يحاسبك على أصغر الأفعال لكنه يرتكب أشنع الأفعال ده الشخص المرائي هو يرى القزى الذي في عينك لكن الخشبة التي في عينه لا يراها دي النقطة اللي بيكلم عنها المسيح في القرينة هنا تحذير واضح جدا حتى لا نكون مرائين ندين الآخرين ولا نرى عيوبنا وخطيانا الشخصية كويس؟ حاجة تانية أنه كلام المسيح هنا ليس معناه أنه نرى الخطأ ونتجاهله المسيح مش بكلم عن موضوع ده يعني تقول لي لا تدينه لكي لا تدانه يعني معنى كده أنه أنا لو شفت خطأ ما تكلمش عنه علشان لو حد شاف خطأ في حياتي ما يتكلمش عنه لا المسيح مش بكلم عن موضوع ده المؤمن لابد أن يكون عنده روح تمييز يميز بين ما هو خطأ وما هو صواب المؤمن الحقيقي بالمسيح يقدر يميز ما بين النور والظلام يقدر يميز ما بين الموت والحياة يقدر يميز ما بين الصح والغلط ويقدر أيضا يتكلم عن الخطأ كويس لكن النقطة اللي بتكلم عنها المسيح أنه عندما يتكلم عن الخطأ في الآخرين يكون شخص صادق غير مرائي قبل ما هو يقول للآخرين أنتم خطأ لازم يقول لنفسه أنه خاطئ طيب أخذ مدخلة الأخ مرتن أوكي الخط وقع ما لش ممكن تحاول تكلم دين تاني ده دي النقطة الأساسية آه نشوف الخطأ ونقول عليه غلط لكن قبل ما أقول عليه غلط في حياة الآخرين لازم أشاور على الغلط اللي في حياتي أولا وصلحه ده لي بيكلم عنه المسيح من المهم أن يكون دفعنا ده سوري دافعنا أنه دفعنا ونحن بنقول للآخرين أنه هناك قزة في عينك أني أساعده أن يتخلص من القزة لا فتحه يعني لما أنا أشاور على حاجة في حياة أخويا كويس لابد أن يكون دافع نقي الدافع النقي لا يريد أن يفضح الآخرين الدافع النقي يريد أن يساعد الآخرين على التخلص من ضعفتهم ده الدافع عشان كده لو أنت رايح تقول لواحد الخطأ اللي في حياته اللي أنت شايفه لازم تمتحن دوافعك هل أنا غرضي فعلا أنه هو يبقى كويس وساعده ول أنا غرضي أن أفضحه قدام الآخرين وأفضحه قدام كل البشر المسيح بيقول أنه أنه الغرض الأساسي لأننا نشاور على أخطاء الآخرين لابد أن يكون لمساعدتهم وليس لتحطمهم لبنيانهم وليس لانكسرهم طيب رجع تاني الأخ ميرتن هلو من الجزائر سلام وأهلا وسهلا بك كيف الحال كيفاش أنت نشكر رب أنت كيف أخبارك الحمد لله الحمد لله نشكر رب طيب جميل اتفضل أنا نوردين من الجزائر وأنا عابر نشكر ربنا ولأسباب خلتني نخمم ونفكر في النذاج عديني رغم الضروف الصعبة اللي نمر بها وتعرف المدارقات والمشاكل اللي توقع لما إنسان يحاول يكتشف دينه في الأوقات هذه وفي البلاد اللي نحن فيها أنتون تعرف أنا عندي سؤال عندي سؤال فقط إذا كان المسيح له المجد قد كان أتى أو نزل إن شاء الله اللغة تكون مفهومة آه لا مفهوم مفهوم إذا كان قد أتى لإنقاذنا وكما يقول الإنجيل لإنقاذنا من الخطايا وتصفيتنا من الخطايا لماذا لماذا عقبنا بالموت وعقب أبانا آدم وحواء بالموت لماذا لم يصبح عنهم وكان قادراًا على الصفح عنهم دون أن ينزلهما كعقاب إذا كان هو قد أراد مسامحتنا لماذا لم يسامح آباءنا من الأصل هذا هو السؤال الذي محيرني أشكرك ده سؤال مهم جداً وأنا حاول أجاوب على هذا السؤال لحضرتك شكراً وعندي عندي فقط سمحني أخط من وقت كتير عندي إهداء عندي إهداء عندي إهداء عندي إهداء لزوجتي وهي سبب في أني في العبورية تاعي وفي البحث التاعي اللي اسمها لحسن إكرام زوجتي هذه هذه زوجتي واللي نبريها بزوجتي نقدم لها إهداء وشكر خالص طيباً عايزة سألك سؤال أنت اللي ساعدك أنك تعرف المسيح يعني بجانب زوجتك طبعاً بجانب زوجتي بجانب زوجتي هي هي سبب الأول هي سبب الأول والسبب الثاني التعصب التعصب إلى أصح القول التعصب وللحكم حكم أنا حكم حكم الردة هو الأول ثاني سبب عند الزوجة تاعي وأول سبب في التفكير تاعي هو اللي خلاني خمم إذا كان هذا دين صحيح إذا كان دين حق إذا كان دين ما يخارش علاش لماذا الخوف بهذا الشكل لماذا إذا خرجت من هذا الدين أنت تعرف أنه دين حق فلماذا تعقبوني بهذا الشكل لماذا تحرص على مرائي فيه بهذا الشكل وبأسباب مع براسة لحياة الرسول بتماع من حياته إلى ماماته إلى حياته مع الصحابة وكيف كان أبو بكر الصحابي الذي جمع له القرآن قد كان نصف إذا ما قلت لك جل كلامه كان يتموقع في كتاب الله أنت معي أنت تفهمني مثل مقام إبراهيم كثير كثير من الأحداث التي صرح بها أبو بكر كانت ما تتموقع في القرآن ويقول لك قد أتت من السماء من عند الله وكثير كثير من النقاط التي جعلتني أشكر وكل مرة كل مرة أكتشف نقاط تجعلني أكتشف أشياء جديدة نشكر ربنا لأجلك ونصلي ليك والأجل زوجتك يعني كل بيتك أنه رب يحميكم ويحفظكم وتكونوا بركة لكثيرين في الجزائر وخارج الجزائر أشكرك على متابعتك رغم الضياطات والصعوبات التي يلاقيها هذا الدين هذا ما خلاني أحرص على البحث هذا سبب آخر رب يكمل رب يكمل معاك و يعني زي ما قال أحد الأشخاص أنه الإسلام هو الدين الوحيد الذي يأمر فيه الله أتباعه بأن يدافعه عنه وكأن الله ضعيف كأن الإسلام إله يحتاج إلى الدفاع عنه وكل شيء فرد الصلاة فرد كل شيء مش نبع من الإنسان نبع غصب عن الإنسان نعم نعم أنا أجاوبك على السؤال المهم اللي حضرتك سألت اللي هو ليه ربنا ما غفرش الآدم مع أن الرب يستطيع أن يخفر أنا عايز أقول لك حاجة حتى أنزلهم نعم الرب لا يستطيع أن يخفر يعني أيه كلام هذا الرب لا يستطيع أن يكون أقل من أن يكون كامل القداسة نعم ويس ولأنه كامل القداسة ولأن الخطيئة موجهة أولا إلى الله فأجرة الخطيئة هي موت ولابد للخاطئ ولابد للخاطئ أن ينال عقاب خطيئة نعم فلا توجد أي قاضي أي قاضي بيحكم عادل بالقانون لابد أن ينفذ القانون وقانون الله اللي حضته اللي يتناسب مع قداسته من البداية أن أجرة الخطيئة موت ولأجل هذا ولأجل هذا حكم على الإنسان بالموت ويس لأن أجرة الخطيئة موت مع أنه مع أنه مع أنه هو الله الذي يستطيع كل شيء آه لكن صفات الله صفات الله كلها في تناغب مع الرب مع ذاته فالله الله المحب إذا غفر للإنسان دون عقاب آه هتقول أن المحبة انتصرت بس القداسة لم تنتصر البر لم ينتصر العدل فالله لم ينتصر فالله عادل ولأن عدله يقول أن الخطيئة الموجهة إليه لابد أن تعاقب وإنه عقابه هو الموت فكان لابد أن يكتاز الموت إلى أبونا آدم وإلى نسله لأجل هذا لأجل هذا جاء المسيح هنا بنار بقى محبة الله أن المسيح قد جاء لكي ما يحمل عنا هذا العقاب كويس لكي ما يأخذ هو نيابة عنا وعن 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 البشرية سمحني في السؤال لكن لماذا ليس كما يقال في الإسلام لماذا كل إنسان يتحمل خطيئته يوم آخرة هذا الفرق هذا هو الفرق اللي بغينا أن نفهمه ده سؤال جميل جدا لأنه آدم آدم رأس الخليقة آدم كان ممثل للخليقة زي 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 بلدنا حضرتك في الجزائر وأنا في مصر عندما 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 يكون رئيس الدولة وحش كويس كل الشعب كل الشعب بيتعب وبتيجي عليه المصائب لأنه رئيس الدولة وحش كويس نعم فرأس الدولة هو الذي ينوب عن الدولة فكل المعاهدات اللي يعملها برا وكل الأمور التي يفعلها التي تأتي بالضرر للشعب كويس بتأتي بالضرر للشعب بس هو نائب عننا هو يمثلنا يمثل الجزائر كويس وعش كده آدم كان يمثل البشرية كلها فلما آدم سقط سقطت كل البشرية سقط كل نسل آدم في الخطيئة انفصل الإنسان عن الله نعم لأن كل البشر منه بالضبط سيحمل الخطيئة التي يعني زي زي ما حضرتك مثلا صفة وراثية صفة وراثية صفة وراثية احنا كنا في آدم كنا في آدم كلنا كلنا كنا في آدم كويس قبل ما نولد احنا من ناس الآدم فآدم كان يمثل كل البشرية زي ما المسيح يمثل كل البشرية كل الأبرار والقدسين فآدم الأول سقط لكن آدم الأخير الرب يسوع المسيح البارة الذي لم يفعل قطية أتم فدأنا وخلصنا بإنه حمل عنا عقاب خطيانا على الصليب ولأجل هذا من يؤمن بالمسيح فله حياة هذا يعني هذا يعني أن كل الأخطاء التي أتت من أبونا آدم والتكابها رغم اتكابها البشرية وتوريتها البشرية قد سامحنا عليها الله هذا هو مقصودك بالزبط بالإيمان بالمسيح ليس بعيدا عن المسيح لأن زي ما الخطية دخلت إلى العالم من خلال آدم أيضا الفداء والخلاص بالمسيح يسوع فمن يتحد من يتحد بآدم القديم يموت لكن من يتحد بآدم الأخير ويؤمن به ينال حياة لأن آدم الأول سقط أما آدم الأخير ففيه كل البر هذه النقطة الأساسية أشكرك على مدخلتك ودايما نسعد بك دايما نسعد بمدخلتك ووصل سلامنا وتحياتنا لزوجتك الفاضلة شكرا شكرا ربي بارك نرجع إلى قضية أنه لا تطرحوا القدس قدام الكلاب ولا دراركم قدام الخنازير ربي صعف النص ده زي ما يقول بيكلم عن حقيقة مهمة جدا أنه علشان تصلح وعلشان تساعد الآخرين أنه يكونوا كويسين لابد أني أنت تكون كويس لأنه فاقد الشيء لا يعطيه فاقد الشيء لا يعطيه قبل ما أنت تشاور لأخيك على القزة اللي في عينه بص الأول في المراية وشوف هل هناك خشبة في عينك طلعها قبل ما تبص على القزة اللي في عين أخوك ده كلام المسيح لكن ليس كل الناس هيقبلوا الكلام ده لما أنت تقدم النصيحة ولما أنت تقدم الكلام الطيب للناس مش كل الناس هتقبله في ناس هتقبل الكلام وهتتغير وفي ناس هترفض الكلام ده وهتأذيك رد فعل الإنسان تجاه الأخبار الطيبة مش متساوي عش كده الرب يسوع عليه إزاي نميز في تعاملنا بين من يقبلون ومن يرفضون من يقبل رسالة الإنجيل لكي ما يتغير ومن يرفض رسالة الإنجيل لأنه يرى نفسه صالح وهو مليان عيوب كيف نميز بين هذا وذاك هنا يستخدم الرب يسوع مجازا مجازا مقولة معروفة يستخدم أمر من الواقع استخدم أمر من الواقع حتى أنه الناس تفهمه هنا الرب يسوع بيقول لا تعطوا القدس للكلاب ولا تلقوا دراركم أمام الخنازير إيه هو القدس وإيه هي الدرار إيه الشيء الغالي الشيء المقدس كويس يعني ننفعش أخذ خبز الوجوه اللي كان بيتقدم فيه الهيكل أو جزء من الزبيحة المقدسة اللي كان بيقدمها الشخص اليهود أو يقدمها الكهنة كويس إنه أخذ هذه الزبيحة وارميها للكلاب الكلاب ما تقدرش يتميز ما بين ما هو قدس وما هو غير نجس وما ينفعش أخذ حاجة غالية قوي 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 وترحى قدام الخنازير لأنه الخنازير هتقدر تميز كويس الشيء كويس ولا الكلاب هتقدر تميز الشيء اللي هو مقدس والشيء الغير مقدس ده معروف ده مثل عام معروف ده كلام مهم جدا ربي يسوع بيقوله طب ايه هو القدس وما هي الدرر المقصود بالقدس والدرر هي رسالة الملكوت رسالة المسيحية هتقول طب يعني كده المسيح بيقول لنا ما نرميش رسالة المسيحية وما نكرس للناس مين قالك كده المسيح ما قالش كده المسيح انا بيكلم عن نوعان من الناس كويس الذين يرفضون وبشدة رسالة الخلاص الذين يرفضون ان يتغيروا ما ينفعش ان انت تعد ترمي رسالة الخلاص والانجيل قدامهم مرات ومرات ومرات كويس لانه هناك اناس زي ما يقول عنهم الكتاب اسلمهم الله الى زهن مرفوض هما رفضوا المسيح ورفضين المسيح ورفضين الايمان بالمسيح هما بالزبط مش قادرين يميزوا ما بين الشيء الكويس لصالحهم وما بين الشيء الذي يضرهم كويس اشكده معنى كلام المسيح ان الكلاب لن تقدر ما هو قدس فهي لا تميز بين ما هو قدس وما هو نجس كذلك الخنزير لا تميز بين ما هو غالي وبين ما هو رخيص فالمسيح لا يتحدث عن الخطاة ولا يتحدث عن توجه المسيحيين نحو غير المسيحيين فالمسيح نفسه توجه نحو الخطاة وامر تلميزه بان يذهبوا الى الخطاة المسيح تكلم مع نيكودوموس الخاطئ ومع المرأة السامرية الخاطئة ومع زكا العشار الذي كان حرامي كويس المسيح تحدث مع كل هؤلاء وما ليه المشكلة انما المسيح عمل ايه المسيح هنا يتحدث عن المرائين الذين لا يقدرون رسالة الخلاص ولا يدركون احتياجهم للتغيير خالص المسيح في تعملته مع الخطاة كان محب وكان يجلس معهم ويأكل معهم ويشرب معهم ويبشرهم ويكرز لهم بالانجيل لكن المسيح كان مع رؤساء الشعب ومع الفرسين والكتبة ومعلم الشريعة غير كده كان بينتقدهم كان بينتقد انهم مرائين كان بينتقد رياءهم وكسبهم وخداعهم للناس مسيح يتكلم عن شخص بيرفض رسالة لانه شايف نفسه افضل من الاخرين هون مش شايف انه في نفسه عيوب زي ما المسيح اكتوصفهم قبل كده قال عنهم انهم كبور مبيضة من الخارج لكن من الداخل مليانة عزام ونجاسة هذا الشخص هو اللي بتكلم عنه المسيح وبيقدم مثل انه ما ينفعش ان انت انت تلقي ما هو غالي قدام من لا يستطيع ان يدرق قيمة هذا الامر لان ما قدرش قمته ما ترمهوش قدامه لانك اكنك بترمي حاجة قدام كلاب ما بتقدرش قدام خنزير ما بتفهمش ومش بتكلم عن الخطاة بتكلم عن ناس فعلا رفضة رسالة المسيح ورسالة الخلاص وبتكلم عن روح التمييز يقول القديس ذهبي الفم لا توجد نتائج مرجوة من اناس يحتقرون الاقداس يعني ما فيش نتائج وما تتوقعش اي نتائج بالتغرير الافضل من اناس يحتقرون الاقداس ويعتبرونها نجاسة وهم يتحصنون ويتسلحون ضدها وهذا المعنى هو المقصود من تدوسها تدوسها باقدامها ثم تلتفت وتمزككم كده روح التمييز مهم الانسان الذي يرفض رسالة المسيح ويحتقر المسيح ويستهزئ بالمسيح ويهين المسيح ما ينفعش ان انت على طول كل شوية تقدم له رسالة المسيح لازم هذا الانسان يدرك احتياجه تصليله لكن رسالة المسيح ليست رخيصة للدرجة ان انت كل مرة هو يحتقر ويستهزئ ويهين شخص المسيح عش كده المسيح وصف هؤلاء المرأين المرأين بانهم لا يدركون ما هو القدس وما هي الدرر واستخدم مثل عام معروف انه كأنك بتلقي شيء مهم جدا كل الناس تعرفها قدام حيوانات مش بتفهم وبتميز لكنه لم يصف الخطاء ابدا بانهم كلاب وخنزير ده كان محبا للعشرين والخطاء وده اللي بيقوله لنا الكتاب وان المسيح كان بيدور على العشرين والخطاء المسيح كان بيبحث عنهم المسيح كان بيروح لهم حيث كانوا المسيح دخل بيت العازر سوري بيت زكا المسيح راح مخصوص الى السامرة وقعد عند البير علشان ينتظر المرأة الخطئة السامرية اللي في نظر اليهود هي امرأة خاطئة ونجسة عشان يكلم معاها ويقودها للإيمان كان بيقطع أميال وأميال عشان يكلم الخطاء ما تجيش بقى واحد يقول لي المسيح عنصري افهم كلام المسيح قبل ما تتهمه لانه بكلامك تتبرر وبكلامك ايضا تدان طب نيجي للجزء التاني وهو وصف المرأة الكنعانية بالكلاب ويس قبل ما نتكلم عن الجزء ده فيه فيديو بيكلم فيه نفس الشخص عن هذه الجزئية فخليني نسمع الفيديو ونرجع نتكلم المسيح هنا يا سادة يصف من ليسوا ببني إسرائيل أنهم كلاب صغيرة لا قيمة لها أنهم كلاب وكلاب صغيرة كلاب وكلاب صغيرة فواجهها بكل حدة بكل جلافة بكل غلظة وقال أنتم كلاب حتى في عالم الكلاب أنتم كلاب صغيرة لا يجوز أن أعطي هذه العطايا إلى هؤلاء الأنجاس شايفين هو فصرها إزاي المسيح قال بوضوح أنه أنتم كلاب أنتم كلاب ومنفعش أخذ العطايا اللي بديها لشعب إسرائيل وديها للأم هل فعلا ده معنى كلام المسيح هل وصف المسيح المرأة الكنعانية بالكلاب هل شتم المسيح المرأة الكنعانية شتمها أما طبعا يتمنوا يتمنوا إذ يكون كلام المسيح فلان شتم ليه لأنه عشان كده يتساوى المسيح مع من كان شتاما وسبابا فتتساوى الرؤوس هل شتم المرأة هل شتم المسيح المرأة الكنعانية هل أظهر عنصرية نحوها وجفاء هل أظهر لها كراهية وبغضة على فكرة الشتيمة دايما تنبع من الكراهية والبغضة فهل هل هل المسيح كان يكره هذه المرأة ويبغضها طيب القرينة يقولنا متى خمستاشر ثم خرج يسوع من هناك وانصرف إلى نواحي سور وصيداء ونواحي سور وصيداء دي منطقتين بيسكنهما الأمم مش يهود كويس يعني المسيح راح للمنطقتين دول مخصوص لو هو عنصري لو هو عنصري بيكره الأمم زي أي يهودي ما كانش ممكن قبل نروح سور وصيداء ما كانش لكن ده المسيح راح هناك سور وصيداء مخصوص وقبل كده حتى في مرق ستلاتة بيقول انه كثيرون من الأمم من سور وصيداء كانوا يأتوا بأمراضهم وبأتعابهم للمسيح يسوع وكان بيشفيهم طيب اخذ مداخلة الأخت في ريال وأكمل مع حضرتكم ألو سلام نعمة المسيح معاك سلام الرب باركك انت تفيت ووفيت أشكرك لكن فقط حاب أقول المفارقة لأن ما أقدر إذا ما أحكي يسوع نحي في يعني المفارقة بين الرب له وكل المجد بين محمد اللي رجوني ساوو ب المسيح له وكل المجد محمد المسيح أقام الموت أما محمد قتل الأحياء المسيح أفى عن الذين حتى صلبوه وقال وهو على الصليب يا أبتاه أغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يعملون أما محمد انتقى وقتل حتى الأبرياء المسيح له كل أخبرنا عن الملكات والحياة الأبدية اللي هو مسكن الله القدوس البار الطاهر لن يدخل شيء نجس أما محمد فوعد في جنته بأكل وشرب ونساء ونكاح وظلمان وخلدون المسيح له كل المش قال من منكم يبكتني على خطيئة محمد كانت كل حياته شبهات وخطايا ومخازي المسيح له كل المش شفى المرضى والعرج والعمل وأخرج الأرواح النجسة من كل سواء يهودي أو أمني من كل شخص أما محمد شق المرأة العجوز أم كرثة إلى مصفين فأنت يا ما جاي أنت تريد تطلع أي خطأ عن الرب رب الأرباب وملك الملوك مثل ما واحد ينتح راته بالجبل هو الراس ينكسر لكن الجبل ما يتأثر صح فالرب يرحل كون متعرفون الحق والحق يحرر شكرا أخي شكرا أغتي فريال أمين شكرا لكي في كتاب كويس افتكرت دلوقتي باللغة العربية للإخوة اللي بيحبوا يقروا يعني اسمه ولا غلطة في المسيح ولا غلطة في المسيح لي المهندس إهاب صادق وده كتاب منشور في مصر أشجع طبعا أي شخص يعني بيدرس دفاعيات وكده إنه الكتاب ده موجود ومتوفر أنا للأسف مش معايا حتى نسخ التوري لحضراتكم شكله لكن أنا افتكرته حاليا وأنا بتكلم فكويس اللي يحب يقتني هذا الكتاب طيب يبقى المسيح راح إلى منطقة سور وصيدة مخصوص مع أنها منطقة أمم وإذ امرأة كان عنية خارجة من تلك التخوم صرخت إليه قائلة ارحمني يا سيد يا ابن داود ابنتي مجنونة جدا فلم يجبها بكلمة فتقدم تلميذ وطلبوا إليه قائلين اسرفها لأنها تصيح وراءنا فأجاب وقال لم أرسل إلا إلى خراب بيت إسرائيل الضالة فأتت وسجدت له قائلة يا سيد أعني فأجاب وقال ليس حسنا أن يأخذ خبز البنين ويطرح للكلاب فقالت نعم يا سيد والكلاب أيضا تأكل من الفتاة الذي يسقط من مائدة أربابها حينئذ أجاب يسوع وقال لها يا امرأة يا امرأة عظيم إيمانكي ليكن لكي كما تريدين فشفيت ابنتها من تلك الساعة هو لو المسيح لها كل المجد لو المسيح لها كل المجد عنصري وزي يقول المسلمين شتام ليه لأنا جيل ما حزفتش الستوري دي ليه ما حزفتهاش ليه إنجيل متى حطها وإنجيل مرقص حطها ليه الزكرة ما هو لو إحنا هنحرف الأنجيل وهنظهر المسيح أنه بلا عيب كان المفروض نشيل الكلام ده كان المفروض نغيره ده لو معناه أنه المسيح كان بيشتم المرأة دي وبيوصفها بهذا الأمر ده لو معناه زي ما بيفكر المسلم بطريقة تفكيره ها بالنضارة السودة اللي بيقرى بيها زي زي ما واحد نضارته كلها ملوثة وبينظر إلى ضوء الشمس فبيرى أنه ضوء الشمس مش واضح فيقولك ضوء الشمس في عيب لا العيب مش في ضوء الشمس العيب في النضارة اللي أنت لابسها ده العيب الغلط في النضارة اللي أنت بتشوف بيها لو 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 ده لو كلام المسيح يتنافى مع قدسته ويتنافى مع من هو يسوع المسيح ليه الكنيسة ما شاليتش الكلام ده كان من زمان طب ليه ما تكتبه من الأساس ما ما كانش كتبه وليه مرأس كتبه من الأساس على لسان بوتروس طب ما ما كانش تكتب ولو ما كانش تكتب كنا ارتحنا من 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 نقدكم الفارغ الذي لا يحمل معنا لكن ليه تكتب وليه المسيح تعامل مع هذه المرأة بالذات ده المسيح في كل تعاملاته كان بيتحنن على الجموع ويشفق على الجموع ده شاف امرأة ابنها ميت تحنن عليها لما شاف دموعها ورح اقم لها ابنها وردوا ليها ده محدش طلب منه ده كان بيتحنن على الجموع وكان بياش في كل مرضاهم ايه الغرض هنا ايه الغرض للمسيح تعامل بهذا التدرج وفي الاخر وصل المرأة الى اعلان قمة ايمانها زي 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 ما يكون واحد بيشيل السليفان هذه القصة خرج المسيح مع تلميذ وانصرفوا الى نواحي سور وصيدة وزي ما قلت سور وصيدة منطقتين يسكن هما الامم وليس اليهود الغرض الغرض هو ان يعطي تلميذ ان يرتاحوا بعد عناء وتعب كثير التلميذ استعبوا جدا في خدمة المسيح والجموع في الاصحاح الاحداث السابقة والمسيح اراد ان يعطي فرصة للتلميذ ان يرتاحوا فاخدهم الى منطقة سور وصيدة دخل بيت وهو يريد ان لا يعلم احد فلم يقدر ان يختفي اي مكان بيروحوا كالتناس بتخبر بعض المسيح موجود في هذه المنطقة المسيح والمرأة الكنعانية سامعت المرأة الكنعانية ان المسيح موجود فجاءت الى خارج البيت وصرخت اليه نادت المرأة الكنعانية المسيح بلقب يهودي بحت وهو ابن داود يا ابن داود ارحمني كميس لكن وبسبب انها اممية ليس لها نصيب في نسل داود في ابن داود نلاحظ هنا ان خدمة المسيح كان لها بعدين البعد الاول هو بعد يهودي والبعد الاخر هو بعد اممي هذان البعدين ليسوا ضد بعض ليسوا ضد بعض الى خاصته جاء وخاصته لم تقبلوا واما كل الذين قبلوا فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله في خطة الله انه يأتي المسيح الى اليهود كويس الى خاصته وتتغير حياتهم ويقبلوه ويصير ملك على حياتهم ويصيرهم خدام للعالم للعالم اجمع يخرجوا بالبشارة بالانجيل للعالم اجمع لكن اليهود رفضوه ليس معنا كده انه انه الامم ليس لهم نصيب لا خطة الله كان ليه هذا البعد البعد الاول اليهودي والبعد الاكبر الدائرة هي دائرة العالم اجمع كان لابد ان تتحقق الدائرة الاولى عشان تتحقق الدائرة التامية كان لابد ان يأتي الى اليهود واليهود ينطلق معه برسالة الانجيل الى العالم اجمع لكن المسيح لم يسمع اول رد فعل المسيح انه لم يسمع هو سمع لكنه لم يستجب لتدرعات لتدرعها لماذا مع ان المسيح سمع تدرعات قبل كده كثيرة المسيح سمع تدرعات اممي مثل رئيس المئة لما شف عبده المسيح ايضا صنع معجزات كثيرة في سور وصيداء في مرؤس ثلاثة لماذا صمت يسوع المسيح مع هذه المرأة في كثير من معجزات المسيح دروس عملية كان المسيح بيحاول يعلمها للجموع المسيح ما كانش بيعمل شو المسيح كان معلم وكان بيستخدم كل المناسبات للتعليم لتعليم الذين هم مرافقين له ويسمعونه كده المسيح صمت حتى صمته كان لحكمة والغرض ليس قساوة عن هذه المرأة هو يعلم أنه سيشفي ابنتها هو يعلم أنه سيمتدح إيمانه هو يعلم الإيمان الذي كان في قلبها يعلم كل هذا لكنه صمت شال أول حاجة شال الغلاف الخارجي شال الغلاف الخارجي المحطوط على هذه الألماظة الجميلة عشان يرى الناس هذا الجمال في حياتها وعشان يعلم اليهود درس ما ينسهوش المسيح لم يجبها بكلمة حتى أن التلاميس تدخلوا وقالوا اصرفها لأنها تصيح وراءنا فقال لها المسيح لم أرسل إلا خراف بيت إسرائيل الضالة لكن المرأة استمرت وبورينا قد إيه قد إيه جمال هذه المرأة وجمال استمرارها في إيمانها كويس رد المسيح وقال لها ليس حسنا أن يأخذ خبز البنين ويطرح للكلاب استخدم المسيح هنا أسلوب تصويري معروف عند الكل في اليهودية وهو وجود الكلاب الصغيرة جوه البيت اللي بتاكل الفتاة النازل من على المائدة فلا ما ينفعش ناخد الخبز بتاع البنين ونرمي لهذه الكلاب الصغيرة المسيح كان قاسي أوقات المسيح بيقصو لكن فيه قسوته هو عنده غرض عنده غرض مهم جدا الكلمة معهم معهم آيات وعجائب ولكنهم أيضا رفضوه كان عايز يعلم تلاميذه عن عظمة الإيمان اللي موجود في حياة هذه المرأة علشان أنا وإنت بعد ألفين سنة نذكرها ونتعلم منها كويس فهذه المرأة أظهرت إيمان دون إجراء معجزة مقابل اليهود الذين طلبوا معجزة حتى يؤمنوا بالمسيح كان المسيح يعلم مقدار الإيمان في قلب هذه المرأة فأراد أن يظهر للكل علنية هذا الإيمان لهذا امتدح إيمانها وقال يا إمرأة عظيم إيمانك ويا إمرأة هو من أجمل الألقاب التي تحمل احترام وتقدير للمرأة يا إمرأة عظيم إيمانك ليكن لك ما تريد دين فشفيت ابنتها في تلك الساعة هذا هو يسوع الذي ممكن يكون بيضغط علينا في بعض الأحيان لكي ما يخرج منا أروع الأشياء وده اللي عمله مع المرأة الكنعانية التي آمنت به وتمسكت به هنكمل مع بعض في الحلقات اللي جاية فإلى أن نلتقي سلام المسيح مع حضراتكم